كل الأحداث المحلية المهمة دي للزمالك كانت بتوازي مع أول توقف لكأس العالم اللي تم استقنافه النهاردة بانطلاق مباريات دور الـ 8 وعودة المتعة والجمال وجرأة الإثارة التي لا تنتهي يعني عايز أكلم حضراتكم عن المباراة اللي انتهت منذ دقائق المباراة خلصت قبل ما خش بلتو مباراة البرازيل وكرواتيا الشوت الأول كان بحس أن المباراة مملة شوية هجمة هنا وهجمة هنا الشوت الثاني يقدر نيمار يسجل جول ولا أروع من جملة برازيلية جملة فيها كده رأسة سامبا ولكن في ديئة 87 الهجوم الكرواتي يقدر يروح ويختف هذا في التعادل ونلعب إكسترا تايم وأنا قلت لو كرواتيا دخلت إكسترا تايم هتكسب المباراة كرواتيا من كأس عالم 2018 بتسعد بالإكسترا تايم وركلات الترجيح مباراة البرازيل هدله أنا ده اللي فريق لي إنه البرازيل خرجت ومنسهل مشوار على الأرجنتين الأرجنتين إن شاء الله تسعد مباراة النهاردة بعد الساعة 9 إن شاء الله بعد متلاقب هولندا وتكسب ولكن المتعة في مباراة البرازيل وكرواتيا إنك لحد آخر لحظة ومش عارف مين اللي ممكن يكسب منتخب البرازيل من منتخبات اللي كانوا توب 4 هم قالوا إنه هم فرقة من الفرق اللي هتاخد كأس العالم وقال لك هنرقص بعد كل جول ومش فريق لنا حد وكل جول نجيبه عاملين رقصة معانة ليه أنا شايف إنه اهتموا ازيادة عن اللزوم بالرأس وسابوا الكورة زي منتخبات قبل كده ركزوا بحاجات بره الكورة وسابوا الكورة خالص وخرجوا من دور المجموعات مش عايزة أجيب أسكر أسماء ناس ملهاش إن أنا أسكر أسماءهم دلوقتي ومش حاجة مهمة بس خلينا نكس في البرازيل جماعة البرازيل خرجت من كأس العالم بدري بدري ناس في كنترول كلهم تقريبا كانوا مشجعوا على البرازيل متدايقين ولكن أنا مبسوط إن شاء الله النهاردة مبارات الأرجنتين وهولندا نشوف متعة كراوية نفسنا فيها بصرف النظر عن النتيجة الكتير مننا بيشجعوا منتخبات مختلفة ولكن يعني ضربات الجزاء كده فيها سسبنس يعني لسه كنت بيقولهم قبل الهوى هي دي كأس العالم هي دي بطولة كأس العالم ربنا يكون نافعون أي حد من جمهور المنتخبات اللي بتصعد في دربات الجزاء أو تصعد بعد الإكستراتان هم ما يلعبوا دربات الجزاء ليبقوا قاعدين على عصابهم أنا نهاردة كنت قاعد على عصابي نفسي كرواتي هتكسب فالحمد الله بكرة بقى بإذن الله استكمال الحلم الحلم العربي اللي بتقوده كتيبة قصود الأطلس المغربية قصود الأطلس اللي التهمت المنتخب الأسباني وكتبت التاريخ كأول منتخب عربي وثالث منتخب أفريقي بيصل إلى ربع النهائي في كأس العالم عبر التاريخ المنتخب المغربي لعب الند بالند أصاد إسبانيا وقدم جيم بطولي بقيادة مدربه الوطني الرائع وليد أرج راجي وكتيبة النجوم بداية من أسد حراسة المرمى ياسيم بونو مرورا بخط الدفاع القوي جدا بقيادة رومان غانم سايس والابن البار أشرف حكيمي وخط الوسط بالتأكيد الدبابة سفيان مرابط والهجوم الممتع بقيادة النجم الكبير حكيم زياش ويوسف قل نسيري مش عايز ننسى أسماء حد بس دول من نجوم البرزة في منتخب المغربي رسالتنا للعيبة المغرب هي أننا نفسنا إن شاء الله بكرة يكملوا حلمهم وما يوقفوش الطموح لحد هنا اوعوا تكتفوا بالإنجاز اللي حصل أرجوكم كملوا لأن ماتش البرتغال بكرة ده فرصة تاريخية لو راحت صدقوني مش تتعود كتيبة وليد الرجراجي بتعيد دلوقتي كتابة تاريخ العرب في كرة القدم حرفيا وإحنا بجد محظوظين كلنا ننعيشين الوقت ده وبنشوف الإنجاز العظيم ده أرجوكم يا كتيبة الأسود كملوا حلمكم للنهاية وكونوا على الموعد زي ما عاعدناكم بالتأكيد مليون المية اللي عملتوا إنجاز تاريخي ولكن احلموا وربنا هيكرمكم مبارات بكرة لو كسبتوها إن شاء الله هتبقوا ملتوب فور على العالم من أحسن أربع فرق على مستوى العالم ومش بالرانكينج ولا بالنقط بطولة كأس العالم فإن شاء الله بكرة تختفوا فوز مهم وقاتل أداء ونتيجة زي ما أنتم عاودنا وتسعدوا للسيمي فاينل وناخد كل ماتش بماتشه وإحنا في ظهركوا كل الوطن العربي في ظهركوا إن شاء الله يا رب قولوا يا رب المغرب بكرة تحقق أداء ونتيجة بوزيتف وإيجابية لكل الوطن العربي